اشتركوا في القناة 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 ونضيف معاكم ايضا نزيد معاكم حبة واحد اخرين. اهنا اللي تكون المقلات تاحها تلسق كل ما تقلع البانكيك وتعاود تمسحها بهذاك القومش ولا بالاسويتون وتكون فيه الزبدة يعني كل خطرات تمسحوها لكن اللي ما تكونش تلسق لها كي ما راكم تشوفوا المقلات تاعمة للسقش هنا ما بلا ما نمسح بالزبدة راني ندير غافي نفس المقلات بدون ما نعاود نضطر الى مسحها مرة اخرى اخرى هنا اخواتي راني نواصل كي ما هاكا ودوك نوري لكم باش شوفوها غاية كيفاش تتقب وكيفاش الوقت اللي غادي نقلبوه فيها باش تحصلوا على نتيجة مرضية ها هو السمكتاحة قلت لكم ما تخشنوهاش بززاف بس كي تجيكم عجنة وما تجيش طايبة النار تكون قلت لكم من متوسطة الى هادئة يعني ما تطلقوش عليها النار باش ما تنحرق لكمش هنا اخواتي راح نواصل للطهي تاع البانكيك اللي تبغي تديرها كبير ديرها كبير انا اليوم اختارت الاقراص تكون صغيرة بس كون عندي طريقة تقديم اه بغي نقدمها بيها اللي تبغي تديرها كبيرة اللي تبغي تديرها متوسطة كي ما بغيتو كي ما فضلتو هنا اخواتي بعد اللي كملت كل الفطاء البانكيك تاعي كي ما راكم تشوفو هنا ايا جات طريا جات ما شاء الله ممريحتها بعض الكارامان جات ما شاء الله هنا اه للتزيين اهنا كي ما راكم تشوفو جبت شوكولاتة خاصة بالطالية الاقتصادية عندي حبة موزو هنا اختياري يعني الموزو كان عندكم صحة مكاش عندكم ما تديروهش تكتافو بشوكولاتة الطالي ان وجدت ما عندكمش تقدروا تديرو مربا ما عندكمش تقدروا تديرو عسل ما عندكمش قاع تقدروا تديرو فوقها سوكخي غلاس يعني الموجود ديرو به هنايا غادي جبت الاعواض الخشبية غادي ندير الرص هذيك الضوائر مع الضوائر تاع البانان وما تكونش خشينا بزاف هذيك البانان وهنايا ندير حوالي خمس اقراص كي ما هاكا هذي طريقة تقديم يعني سهلة وبسيطة وتجير شكل تحها راقي نبدو نرصو حبات البانكنك مع شرائح الموز وها هي النتيجة التحاجي ما شاء الله كما بدلكم نعاود نديرو فوقها هذيك شوكولاتة الطالي نعاود نكرر ان هذي التقديم اللي قدمته هنا يتقدروا انتم تديرو غيب الحسل ولا بالمربا ولا بدون فاكهة الموجود ديرو به انا فقط اللي كان كما شتوح تاديك الحبة تاع البانا اللي درتها كانت تازجة بزاف وكانت نادجة بزاف يعني يعني اللي كاين نعاود نقولكم خدموا به احنا يا بعض اللي زينتها اه متمنكم هاكا تجربوهم اه ديروهم لوليداتكم بس كن مغضيين بزاف بس كن تاني مشبيعين فيهم قيمة غدائية وقيمة طاقة هايلة نتمنى ان شاء الله وصفة اليوم عجبتكم ونالت رضاكم استودعكم الرحمن الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة